بقي لماذا قال القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فرصة نضيف معلومة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيه إشارة إلى أن مسجداً سيكون بينهما له حرمة وقدسية هذا المسجد الحرام الآن هو المنطلق إلى المسجد الأقصى إذن فيه إشارة إلى المسجد النبوي كما يقول عدد من المفسرين أن الآية الكريمة تشير أصلاً إلى هذا المحور هذا الخط الذي سيكون هذا المحور الإيماني المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى فحتى فقط نلتفت من الذي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي وكيف التعامل معه وهذا يفسر كما قلت السرايا والبعوث واهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد النبوي ثم إضافة نفس الحرمة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسايا فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى يعني أعطاها نفس القدسية عليه الصلاة والسلام صحيح بدرجات متفاوتة بعض حتى علماء المسلمين اختلف يعني هذا خلاف واسع في فضل الصلاة في المسجد الأقصى هل هي خمسمائة هل هي ألف هل هي أكثر من المسجد النبوي خلاف عند العلماء لكن الحاصل أن فضل الصلاة في المسجد الأقصى ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فإذن ارتبط هذا المعنى الإيماني بهذه المساجد ولذلك سمي هنا المسجد الأقصى فيه إشارة إلى الهجرة وإلى ما سيفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفيه إشارة إلى تمكين الله عز وجل فيه بشارة ليست مجرد إشارة بشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سيمكن المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وما حوله ولذلك كما قلت هذه العناية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده لم تكن ناشئة عن رغبة في التوسع لا كان هو ترجمة حقيقية لوحي الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر